أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا رح أتكلم عن ثلاث يقينيات أكيدي مش رح تشوفها ولا في أي ديان أخرى إلا في المسيحية موضوع بهمك شخصياً وموضوع مصيري بهم أيضاً أبديتك فأنا بدعوك أنك تشاهد هذا التأمل وأيضاً تشارك هذه الحلقة مع الآخرين حتى تكون بركة لحياتهم ثلاث يقينيات أكيدي مش موجودة في أي مكان آخر إلا في الكتاب المقدس في المسيحية من خلال شخص المسيح أولاً رح أتكلم عن يقين الحياة الجديدة ثانياً يقين العناية الأكيدة ثالثاً يقين النهاية السعيدة ويمكن سمعت حلقات أو أفكار مشابهة لهذه الكلمات هذه الكلمات ليست غريبة لكن وضعتها في الطريقة أو في أسلوب حتى تتذكرها بوضوح أولاً يقين الحياة الجديدة الحياة الجديدة أكيدي ويقين بحسب كلمة الله مش إن شاء الله وإذا عملت أو إذا وصلت أو حاولت لا دايماً تتكلم عن تأكيد في رسالة يحن الأولى الإصحاحة الثالث والآية 14 مكتوب نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة ولاحظ الكلمات إذا بتقرأ رسالة يحن الأولى بتشوف كده مرة بيستخدم كلمة لأننا نعلم أو نحن نعلم نحن نعلم شيء يقيني أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة وبيتكلم عن السبب لأننا نحب الإخوة وهي المحبة هي طبعاً عمل الولادة الجديدة الروح القدس روح المحبة وثمر المحبة بيكون موجود فينا أو كما قال رسول بولوس إلى أهل غلاطية الإصحاح الخامس والآية 6 بيتكلم عن الإيمان العامل بالمحبة هذا الإيمان اللي تشغل اللي تفعل من خلال المحبة بيتكلم عن يقين أحبائي أنه حصلنا على الحياة الجديدة من خلال إيمان بالرب يسوع المسيح الذي يؤمن بالابن أي بكلمة الله يسوع المسيح له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله مكتوب أيضاً في رسالة كلوسي الإصحاح الأول آية 13 و14 الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا فإذا انتقلنا من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور وهذا هو عمل الروح القدس في الحياة والكيان على أساس ما فعل الرب يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي فالمسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل بواسطة الأخبار السارة كلمة الله الحية الأخبار السارة هو موت يسوع المسيح وقيامة يسوع المسيح لأنه مات موتاً بديلياً مات كفارة لأجلنا حتى أنا وأنتي نتحرر من الخطيئة حتى أنا وأنتي ننال الحياة الأبدية من خلال عمل يسوع المسيح الكامل وعلامة الحياة الجديدة هي المحبة الرب يسوع قال أنتم الذين تبعتموني بالتجديد ينبغي أن تولدوا من فوق أنه عمل التجديد من خلال الروح القدس كما مكتوب في رسالة طيتوس لصحة الثالث والآية خمسة مكتوب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس والرسول بولوس قال هذه العبارة الأكيدة مكتوب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ويقين الحياة الجديدة أي الحياة الأبدية في الحاضر لا تجدها في أي ديانة ولا في أي مذهب وهذا التأكيد وهذا اليقين لا تجد حتى من خلال أي نبي كل الأنبياء خافت من الموت وخافت من جهنم لكن المسيح أحبائي داس الموت بالموت وقام من الأموات منتصرا هزم الموت وصرع أهوال الجحيم وها نحن نسير في موكب نصرة المسيح اللي أشرق علينا بنوره غير حياتنا نقلنا من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور حتى نكون أولاد للرب شيء تاني أحبائي الله بيهتم مش بس بالعمل الخلاص الأبدي بيبتدئ في الحاضر إنه إلنا حياة أبدية في الحاضر حياة ذات الله تستمر إلى أبد الأبدين لكن الله بيهتم فينا الله بيرعانا الله عينه علينا بيعتني فينا وهذا بيقولني للشيء التاني يقين الحياة أو يقين العناية الأكيدة في رسالة بورس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثامن والآية الثمانية وعشرين مكتوب ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده فإذن بالنسبة للمؤمن اللي بيحب الرب واللي مدعو بحسب قصد الله ومشيئة الله أكيد هو بيكون في مركز إرادة الله الله بيعتني فينا يقول كل الأشياء نعلم شيء أكيدي شيء يقيني أن كل الأشياء تعمل معا انت بهذه كلمة معا للخير يعني سواء أزمات سواء ضيقات حتى لو كورونا حتى لو كوارث طبيعية حتى لو اضطهاد حتى لو تجارب حتى لو حروب حتى لو السجن وحتى شو ما كان يكون في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وهبا لكم أن لا تؤمنوا به فقط أي بالمسيح يسوع بل إيش تضطهد لكن أيضا نضطهد من أجل المسيح لكن سواء بغض النظر الله بيحول كل الأمور للخير لحلاوة لمقاصده أحب الآية اللي تتكلم في روميا إصحاح 12 والآية الأولى يقول الرسول بولوس فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدم أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لأننا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الله شايف كل شيء شايف كل الأحداث لا تغيب عن عينيه أي حدث هو ما بينسانا عينه علينا بيهتم فينا وبحول كل الأمور للخير يمكن مش شايفين الصورة الحلوة في هذا الوقت لكن حتما أنه الله بيبارك خطوات حياتنا عندما نكون أمنا نسلك بالاستقامة نمتلئ من محبته وفعلا في حياتنا عاوزين أن نشبع قلبه وأن نرضي ونفعل مشيئته في كل أمور حياتنا عندها تكون في مركز إرادة الله عندها بغض النظر شو عم بيسير في هذا العالم شو اللي عم بيحدث في هذه الأيام رأسك مرفوع عينك في السماء أنت متأكد أنه الله عم بيعمل بخطة محكمة منسجمة لخيرك ولمنفعتك أكيد نحن نعلم أكيد الله بيهتم فينا بالحاضر أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده والشيء الثالث أحبائي يقين النهاية السعيدة النهاية المجيدة عندما نكون مع الرب في كل حين وبكرر هذا الوعد مش موجود في أي كتاب إلا في الكتاب المقدس وعد بالحياة الأبدية وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته اسمع ما قال الرسول بولوس في رسالته الثانية لكنيسة كورونتوس الآية الأولى لأننا نعلم لاحظ كل يقين بيبتدي بكلمة نعلم لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله غير مصنوع بيد مكتوب أبدي هذا البناء أبدي مش بيتزعزع مع الزمن وهن بيتكلم عن بناء مصنوع في السماوات بتذكر كلمات يسوع المسيح في يحن 14 مكتوب في الآية الأولى لا تضطرب لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمن بي في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي اسمع وعد المسيح حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق فإذا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي وقال يسوع حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا أحبائي هذا الوعد من الرب يسوع المسيح وشو اللي بيثبت كلام يسوع القيامة من الأموات وهو حي لو لم يقم المسيح من الأموات باطل إيمانكم كن أشق جميع الناس بلا رجاء وإلا لماذا تبنى المسيحية كن تصريحات المسيح على وعد أنه هو القيامة والحياة حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا تعرفوا لما الرب يسوع يتكلم مع التلميذ قال كلكم طاهرين معد واحد يهودا الإسخاريوت لكي يتم ما قيل أنه عن يهودا ابن الهلا قال الرسول بولوس بيقين لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح بيستمر قائلا في فليبي الإصحاح الأول يقول لي اجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم قال الرسول بطرس طبعا تتميم لنبوة المسيح عن يعني بأية ميتة مزمع أن يمجد الله بها في يحن 21 لكن لما بيتكلم برسالته الثانية بطرس الثانية في الإصحاح الأول بيتكلم وهو الشيخ طبعا في أواخر حياته ماذا يقول عالما أن خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا هذه التأكدات أحباء اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس واضحة وضوح الشمس مش تخمين مش إذا إن شاء الله إن شاء الله بنطلع على السماء بدي أحاول كل جهدي أعمل كل الأعمال لا نحن من آمن على أساس ما فعله يسوع المسيح لأنه مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها الحق 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 أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة يقين الحياة الجديدة يقين العناية الأكيدة ويقين النهاية السعيدة من لحظة إيمانك في يسوع المسيح أعطاك حياة أبدية وكتب اسمك في سفر حياة بقودك في كل برية الحياة حتى تصل إلى الشاطئ الآخر ميناء الهناء والنهاية السعيدة اللي بتقضي فيها كل الأبدية مليارات السنين مع يسوع المسيح فماذا تتبع؟ هل تتبع نبي غير متأكد غير متيقن حتى من خلاص هو أو من جهنم؟ ماذا تتبع؟ هل تتبع كتاب لا يعطيك تأكيد الحياة الأبدية؟ أم تتبع شخص حي هزم الموت وهو حي إلى أبد الآبدين وقال أعطيها حياة أبدية ولا أحد يخطفها من يدي لأنه قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أحبائي هذا هو يسوع المسيح اللي وعدنا من أول الرحلة من بداية الرحلة لنهاية الرحلة أن يكون معنا ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر فمن تتبع اليوم؟ إن أردت أن تتبع يسوع محتاج تيجي مثل ما أنت تعترف بخطيطك تقول له يا رب سامحني أنا الخاطئ ارحمني بتوب عن كل خطيئي وأنا بقبلك اليوم أنت مخلصة وسيدي وربي وعلى فكرة بحب أسمع منك اكتب تعليق حتى تشجع الآخرين أيضا وشارك هذا الفيديو حتى يكون سبب خلاص لآخرين أيضا حتى يشوفوا جمال المسيح ووعود المسيح الثمينة أنه أعطانا حياة جديدة وأعطانا يقين النهاية المحتمة أن نكون معاه إلى أبد الآبدين والرب يباركك